بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني وجايلنا أسئلة كتيرة بخصوص التشكيك والإلحاد والمواضيع اللي اتفتحت الأسابيع اللي فاتت والحلقاتي عاوزين نخليها على الأسئلة الخاصة باستحالة تحريف الكتاب طبعا السؤال مش بيجي يقول استحالة السؤال عادة بيجي بيقول هل مش ممكن الكتاب المقدس يكون اتحرف عبر 2000 سنة أو أكتر لو هنتكلم من أول العهد القديم وهل فكرة نسخ الكتاب مع العنصر البشري مش ممكن ده يخلي في جملة تنقص وجملة تزيد ويبقى في إضافات وحزف وحاجات زي كده ده سؤال مكرر وطبعا أحيانا اللي بيسألوه بيبقوا مغرضين لأنهم قصدين أنهم يشككوا في الكتاب وبالتالي ما بقاش الكتاب المقدس مرجع للمسيحية ويبقى أفكارنا المسيحية لا أساس لها برضو الأول عاوز أقول لكم حقيقة كده أرثودوكسية يعني مستقيمة قبل ما ندخل في الدفاع عن الإنجيل بداية الحقيقة موجودة قبل ما الإنجيل يتكتب يعني مش الإنجيل عمل الحقيقة الإنجيل سجل الحقيقة لكن الحقيقة حقيقة الله الله موجود قبل أن يكون هناك كتب وغرض الله من خلق الإنسان موجود قبل ما يكون في كتب وتجسد المسيح له المجد مذكور في العهد الأديم لكن قبل أن يكون العهد الجديد المسيح تجسد ومتع الصليب وآم إذن الحقيقة موجودة ومعلنة والحقيقة معلنة على مستويات معلنة أولاً زي ما قلنا في حلقات قبل كده من خلال الطبيعة الله يكشف عن الحقيقة في الطبيعة أن في إله في خالق في محب للبشر الله يميل للخير والحق والجمال والسلام من خلال الخالقة اللي خلقها يبقى الإنسان الفطري البدائي اللي ما عرفش يقرأ اللي ما استلامش شرائع ممكن يتعرف على الله من خلال الطبيعة الجميلة اللي بتحتضنه بتقدم له حب من خلال الحيوانات اللي بيشوف فيها علاقات مبنية على الحب من خلال علاقته هو بمراته وعياله إذن الطبيعة تعلمنا ده تعبير كتابي لكن قبل ما يكون الكتاب مكتوب كان هناك كتاب الطبيعة قلنا كمان أن الإعلان الإلهي مر بمراحل مرحلة الأنبياء بعد كده أن تكلم أناصة الله القديسون مصوقين من الروح القدس وبالتالي الكتاب المقدس ما تكتبش في يوم ولا في شهر كتاب المقدس تكتب كمجموعة كتب موحة بها من الله يعني موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح ربنا بيخليه يكتب وأكتر من مرة يجي بسفر التسنين ربنا بيقول له اكتب يا موسى ويوصين محدش يزود ولا ينقص في الكلام إذن موسى كتب تكوين خروج لوين عدد تسنين جي يشوع كتب سفر يشوع وهكذا إذن الأصفار تزيد مع الأيام عن طريق الكتاب اللي هم الأنبياء المنقديم بروح الله ده كده يوصلنا لمشارف العهد الجديد العهد الجديد المسيح جيه حسب النبوات إذن بما جيه تم من النبوات وبل كل الأعمال اللي عملها إلى صليبه وقيامته وصعوده والروح القدس وكنيسة العهد الجديد كل ده ما كانش تكتب عهد جديد ابتدى العهد الجديد يكتب أو يسجل كخبرة للكنيسة الحية كناس عاشت مع المسيح وشفته ابتدى الروح القدس يشغل متى يكتب لليهود يشغل قديس مرقص يكتب للرومان يشغل القديس لوأ يكتب لليونانيين يشغل في آخر القرن الأول القديس يحن الحبيب يكتب حياة المسيح مرة أخرى مؤكدا لهوته ويحكي لنا ما لم نسمع عنه في إنجيل متى ومرقص ولوأ وفي نفس المرحلة من سنة خمسين لسنة تمانين أو يعني في النص الثاني من القرن الأول قديس بولس كان بيكتب عن أخبار الكنيسة أو الرسائل قديس لوأ سجل سفر الأعمال كان مقدمة عن كنيسة العهد الجديد 30 سنة الأولى بعد صعود المسيح قديس بطرس كتب القديس شعقوب القديس يهوزة كل دول إن كانوا رسل أو أنبياء يجمعهم خط واحد هو الإعلان عن الحقيقة بقيادة الروح القدس بحسب إيماننا المسيحي الوحي هو عمل مشترك بين الله والإنسان الله يقود الكاتب مهما كانت ضعفاته عشان يسجل حقيقة سليمة خالية من الخطأ حتى لو هو كإنسان غير معصوم من الخطأ يعني شفنا مثلا قديس بطرس أنكر في يوم من الأيام ورجع قديس وكتب رسالة بطرس الرسالة معصومة من الخطأ القديس بطرس مش معصوم من الخطأ موسى النبي كتب الطورة موسى مش معصوم من الخطأ لكن الطورة معصومة من الخطأ ليه؟ روح الله هنا هو القائد هو اللي بيسجل عن طريق هذا الكاتب وبالتالي يعصم الحقيقة من الخطأ ندخل بقى على ليه بنقول أن الكتاب لا يمكن أن يحرف أول فكرة بديهية وإحنا طبعا اتفقنا في حلقات الموضوعات الخاصة بالألحاد والتشكيك عموما أن إحنا البديهية والمنطق هي حجتنا الأساسية لأن لما بنقول الإنجيل بيقول والأباء قالوا يجوز كتير من المستمعين أو المتشككين يقول لك إحنا لا نؤمن بالأباء ولا نؤمن بالكتاب لكن خلونا نفكر بشكل بديه لو أنا عامل كتاب هبقى حريص أنه محدش يغير في الكتاب ده وعشان أنا اللي كتبه وبالتالي عاوز لو حد لعب فيه أقفله تعرفين في حاجة اسمها حقوق النشر وفيه قضايا بتطرفع فظيعة لواحد لعب في سطر من السطور أو خات جزء ونسبه لنفسه أو غير أي حاجة في المحتوى الأصلي اللي أصده الكاتب إذا كانت في عرف كتاب كتب بشارية أي كاتب يكتب كتاب بيبقى حاسس أن ده فتاعه ومسؤول عنه ويتصدى لأي حد يتلعب في الكتاب إذا كنا ننسب الكتاب المقدس لله حسب إيمان وطبع إحنا مش هنناقش المرة دي وجود الله لأن دي لها لقاءة أخرى وخدناها وهناخدها تاني لكن الله له كل المقد ألن يكون قادرا بالمنطق أن يحمي كتابه من التغيير أو التلاعب أو الحسف أو الإضافة إذا كان الإنسان نفسه يتصدر لعمله وإيه بيحامي عنه طبعا إحنا عندنا آية بتأكد المفهوم ده المسيح له المقد نفسه يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامه لا تزول يبقى المسيح له المقد بيقف مدافع عن الكتاب المقدس إنه مش هيسيب حد يزيح أو كلمة من كلامه تزول أو حرف في آية تانية تقول الحرف نفسه يتغير أو يزول إذن ده منطقي وأيضا له شاهد في الكتاب يعني نفس الكتاب المقدس بيشهد لاستحالة تحريف وبالمنطق إذا كان الله موجود والله قادر وهذا الكتاب هو صنع الله يبقى بديهيا هذا الكتاب لابد له من استمرار وصعب جدا مستحيل إنه يسمح فيه بالتلاعب في الحقيقة المعلنة فيه تعالوا نمشي بقى مع العلم والمنطق زي ما أحبأنا المتشككين بياخدونا دايما في الاتجاه الكتاب المقدس هو أكبر كتاب أو أكتر كتاب في تاريخ البشرية له مخطوطات موثقة يعني إيه؟ وهذا كتاب في الأصل قديم أي حاجة قديمة نبحث في المخطوطات في حاجة اسمها مثلا الإلياذة والأودسة شعر يوناني تلاقوا مثلا المخطوط الموجود في المتاحف للإلياذة والأودسة المخطوط نفسه يبعد عن زمن كتابة الأصل مئات السنين فده بيخلي إيه فيه احتمال إنه يكون المئات السنين دي الفاصل ده يكون فيه حصل تلاعب بين أصل الكتابة وبين المخطوط اللي في قدينا وبعدين تلاقوا إيه مخطوطين ثلاثة ومع هذا العلماء ما تشككوش في الإلياذة والأودسة واعتبروا هو ده الأصل بصوا بقى للكتاب المقدس الموضوع مختلف ليه؟ كتاب المقدس مش فيه بقى نسختين ثلاثة فيه آلاف من المخطوطات الموجودة في المتاحف في العالم ولا تبعد إلا بضعة عشرات من السنين عن زمن أصل الكتاب يعني أشرحها بشكل واضح مثلا العهد الجديد اتكتب في القرن الأول تلاقي مخطوطات من القرن التاني باللغة اليونانية فيها أجزاء من إنجيل يوحن وأجزاء من الرسال المخطوط ده مش لازم يكون الكتاب كله مجمع مخطوطات دي بتبقى طبعا حاجات ثمينة جدا لأن فات علي 1800 سنة أقل أو أكتر إذن مجرد أن ألاقي مخطوط لا يبعد عن زمن الكتابة إلا بضعة عشرات ده الوحده له قيمة علمية ضخمة جدا بعدين قرنه بمخطوط آخر أكتشف في مكان تاني وألاقي نفس الكلام اللي هنا هو اللي هنا وبعدين أروح في بلد تاني ألاقي مخطوط مثلا بعدها بمئة سنة ألاقي نفس الكلام ده هو كلام ده أطلع مئتين سنة تاني ألاقي مئات من المخطوطات كلما نعلى بالزمن يعني نقول القرن التاني مخطوطاته شوية ليلة الثالث أكتر الرابع أكتر قوي الخامس وهكذا إذن في الخمس ست قرون الأولى في العهد الجديد فيه آلاف من المخطوطات اللي بتأكد سلامة العهد القديم والعهد الجديد لأن المخطوطات في مجموعها بترأيب بعض يعني إيه؟ تبتبصل ده وتقارن ده بدا فبتكتشف الله ده نفس الكلمات ونفس الأسلوب لكن ده المخطوط ده في زمن غير ده ده معنى أن الأصل واحد وأنه ما حصلش أي تحريف في الفرق المخطوط ده عن المخطوط ده حتى لو الفرق مئة سنة أو مئتين سنة يبقى واضح أن الكتاب بيزبط نفسه عن طريق آلاف من المخطوطات اللي تتناقلها الأجيال بحرص شديد لغاية ما تبقى موجودة في إيدينا لغاية النهاردة طبعا جزء كبير منها كان من أديورة مصر على فكر لأن أديورتنا كانت مخازن للمخطوطات في وقت ويا ما اتنهبت بعض المخازن دي وراحت مخطوطات من أديورة مصر فيها حاجات ثمينة جدا ترجع للقرن الثالث حجة أخرى واحد يقول طب ده العهد الجديد طب والعهد القديم لا والعهد القديم كمان له مخطوطات كتيرة قوي أقرب هالقرن الماضي اكتشفت حاجة اسمها مخطوطات وادي قمران نحية الأردن كده في البحج عند البحر الميت دي عبارة عن أزيار ضخمة اكتشفوها جواها مخطوطات محفوظة بطريقة معينة مقفولة عليها فاحتفظت بنفسها زيادة عن ألفين سنة بعض هذه المخطوطات يسبق زمن المسيح يبقى هي تاريخيا قبل الميلاد فيها أجزاء شبه كاملة من أصفار كاملة من العهد القديم بنفس النص ونفس الحرف اللي موجود عندنا حاليا لغاية دلوقتي إذن ده العهد القديم كمان له مخطوطاته بالإضافة إلى أن العهد الجديد بيستشهد مئات المرات بمواقف وآيات من العهد القديم ولما العهد الجديد يقول يونان أو يقول نوح أو يقول آدم إذن ما كتبه في العهد القديم ممتد في العهد الجديد ممتد في فكر الكنيسة لغاية النهارت يبقى هنا تلاحظوا الاستمرارية دي دي حجة علمية إنه نفس العهد الجديد بيثبت العهد القديم يجي موضوع تاني مهم أو يضيف حجة أخرى إذا كنا بنقول إن الكتاب المقدس حصل فيه تلاعب أو الناس بتدعين الآيات محرفة أو الأفكار دخيلة طيب بيجي سؤال مين اللي حرف وليه بيحرف لأنه أي جريمة أو أي حالة الواحد لازم يدرس جوانبها فلما تقول لي حصل كذا فأقول لك طب إيه الداعي أساسا قول لي السبب الأول المقنع اللي يخلي واحد يحرف وبالتالي قول لي مين ده وبعدين قول لي أسباء فيقول لك طب اليهود حرف خلينا بالمنطق نفكر اليهود هيحرفوا في إيه؟ في العهد القديم نمسك العهد القديم لو أنا يهودي ماسك العهد القديم بكتشف إن داود النبي اللي أنا بفتخر به الكتاب مقدس بيقول إنه وقع في الزنة طب ما نشيل دي بالأولى بيقول لي إن موسى اللي أنا ماشي وراء رئيس الأنبياء بتاعي قتل في يوم من الأيام أتيل طب ما نشيل القصة دي بيقول لي إنه في سفر النشيد في كلام غزل وكلام عاطفي ممكن يفهم خطأ طب ما نشيله لو أنا عندي فرصة إن أنا أحرف وأنا يهودي عاوز أتجمل طب ما أنا هلعب في اتجاه محدد الأكتر من كده الناس اللي ما ذكرتش العهد الأديم بتفتكر إن العهد الأديم بيجامل اليهود وبيقول اليهود أحسن ناس وشعب الله المختار وهم دول الناس بتعربنا ففي ناس واخد ماوقف من العهد الأديم دول ما أروش العهد الأديم كتاب كتب العهد الأديم بتثبت على اليهود بشاعتهم وسوء أخلاقهم كتاب العهد الأديم اللي هو أساسا كتاب اليهود اللي تجاوزا هنقول إن فيه ناس بتقولي اليهود لعبوا فيه ده بيقول اليهود هيحصل فيكم وربنا غضبان عليكم ده الحمار بيفهم عنكم والطور بيفهم عنكم ده كلام في العهد الأديم طب ما أنا لو يهودي وهحرف إيه اللي يخليه نسيب الكلام ده في الكتاب بتاعي لو قلنا بقى إن اليهود حبوا يحرفوا في موضوع العهد الجديد طب إذا كان اليهود ما أمنوش بالمسيح أساسا بسبب إعلانه عن نفسه كإله وبسبب موته وإيامته طب هو اليهودي لو هيحرف في العهد الجديد وهو رافض المسيحية طب ليه ما لغاش الصليب والإيامة وما لغاش كل الآيات والمواقف اللي بتثبت لهوت المسيح لو هو اللي هيحرف نقول له لا لا خلاص مش اليهود دول الرومان الرومان هيحرفوا طيب الرومان لو هيحرفوا ليه بيثبتوا على نفسهم ضعف بيلاتو صلبونتي وليه بيثبتوا في العهد الجديد المؤامرات اللي بيعملوها وليه في سفر الأعمال طلع فضايح كتيرة للرومان وإيه غرض الرومان إنهم يحرفوا الكتاب إذا كانوا الرومان أساسا كانوا بموته المسيحين ماذا يعني لهم الكتاب الرومان كانوا بيحرقوا الأنجيل وبيموتوا المسيحين ليه بقى ينشغلوا إنه يمسكوا الإنجيل يعودوا يحرفوا فيه ده التحريب ده وسيلة الشخص الضعيف اللي ما عندوش وسيلة أخر إنما الرومان قاعدوا زيادة عن 200 سنة طايحين في المسيحيين وعشر أباطرة ما راهم الشغلة غير إيه ما هوته مسيحيين ما هوته ماري جرجس وإبو سفين وكل ده في زمن الرومان إيه قيمة إنه يحرف في الكتاب ما هو أساسا الكتاب ده بيحرقوا لو لقاه وهو بيتريع على المحتويات بتاعته فكان لا يعنيهم فكرة التحريف نقول لا فيه ناس بعد كده حرفوا أو المسيحيين نفسهم هم اللي حرفوا طيب المسيحيين لما يحرفوا في الإنجيل ليه ما يشيلوش الحتة اللي الناس مش قبلها بقى هم المسيحيين دول عاوزين يبشروا بالمسيح طب ليه يظهروا الحتة اللي ممكن تلخبط الناس ما احنا نطلع المسيح بتاعنا بطل عظيم جدا ما بيضعفش ما بيبكيش ما بيجوعش ما بيضربش ده القديس بوليس قال نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانين جهالة يعني كل ما نكلمهم عن مسيحنا المصلوب تحقوا علينا طب ما احنا لو هنقلف وهنغير طب ما احنا نقدم حاجة بقى زي آلهة اليونان كده اللي تعجب الناس وتبهرهم وخلاص او نقدم مسيح ارض يعجب اليهود يمشوا وراه اذا الحقيقة المعلنة في الكتاب كانت دايما صادمة للناس فاستمرارها يؤكد سلامته لانها مش على هوى الناس وبالتالي كنها مستمرة ده معناها ان هي حقيقة ثابتة معلنة حتى لو كل الناس مش عجبها الكلام هي مستمرة برضو حجة اخرى نقولها الكتاب المقدس من بداية القرن نهاية القرن التاني بدأ العهد جديد بدأ يترجم الى لغات العالم لانه اذهبوا وكرزوا للخليقة كلها فهو اتكتب العهد الجديد يوناني ظهر الترجمة لاتين اسمه البولجاتا ترجمة ابت ترجمة سورياني اصبحت الترجمات دي هي نفسها بترأيب بعض برضو اشرح لكم الفكر افرد ده كتاب باللغة العربية والترجم بانجليزي وانا حبيت اغير في الكتاب ده جمعت كل النسخ عشان اشيل منها حتة وانا عشان اغير سطر ما ينفعش اغير في نسخ ايه قيمتها ما في عشرات ومئات النسخ بتقول الاصل بل لازم اجمع كل النسخ تجاوزا هنمشي في الفكرة وانقول جمعنا كل النسخ العربي وشيلنا السطر اللي عاوزين نغيره طب ده فيه نسخ انجليزي اصبحت بترائب ليه لو انا مش شلت النسخة دقيق وشلت الحتة اللي عاوز اشيلها طب ما هو الترجمة هتعطلني دلوقت لانه فلتت من ايدي الحكاية ولو بقى مش بس انجليزي فيه فرنساوي فيه لاتيني يبقى انا كده خلاص لا يمكن هتلاعب في الاصل لانه فيه مئة حجة اخرى هتقفلي كتاب المقدس ترجم الى عشرات اللغات بداية من القرن الثالث واصبح فيه مخطوطات للكتاب المقدس بلغات اخرى في مئات من المتاحف والاديور فاصبح ايه بنجيب نسخة سورياني على لاتيني على ابطي على عبري على يوناني ونبص لده كله نلاقي نفس المعنى نلاقي نفس الآية يبقى واضح انه كل ده بيشهد انه محصلش تلاعب وإلا يبقى احنا بنتحك على روحنا اذا فكرة انتشار الانجيل في العالم كله مع انتشار النسخ مخطوطات عبر كذا جيل وكلها ماشية في نفس السياق ترجمات مختلفة وكلها بتوصل لنفس النتيجة يجي واحد مش دارس علمية يقولك بس المخطوط ده نقصه حتى ده طبيعي جدا في علم المخطوطات ان في حتة من المخطوط تبقى دابت تبقى وقع عليها مادة مثلا سيحة الكلام بس ده لا يلغي قيمة المخطوط نفسه ده المخطوط ده ممكن يبقى صفحتين ويعتبره قيمة أسارية ضخمة جدا لانه يرجع الى زيادة عن ألف سن بلكم بالمخطوطات بقى اللي فيها كتب كاملة من العهد القديم يعني العهد الجديد نفس الكلام ده انطبق على العهد القديم بشكل آخر بس مش بنفس يعني ايه كثرة الترجمات ليه؟ اليهود كان الكتاب خاص به الى ما قبل المسيح بزيادة عمتين سنة جيبت ليموس ده وقال لا انا عاوز كتاب اليهود ده المهم ده يترجم لليوناني اليهود بيتكلموا الارامي او العبري فجابوا السبعين شيخ وعملوا الترجمة اليوناني اللي بنسميها الترجمة السبعينية اشتركوا سبعين شيخ يعرفوا يوناني وعرفوا عبري وبيراجعوا على بعض وكانوا مضاققين جدا في الترجمة لانه هما نفسهم يهود في الاصل فبالنسبة لهم الحرف ده يعني على رأبته ويمكن بعضكم عارف المؤمنين اللي فيكم سامعين بالقصة بتاعت انه سامعان الشيخ لما جي عند ترجمة اشعية سبعة هل عزراء تحبل وتالد حب يكتب كلمة العزراء بما يعني بنت صغيرة ممكن تبقى اتجاوزت او ما اتجاوزتش لكن هي كلمة عزراء تعني انها ما اتجاوزتش وحبلت وما اتجاوزتش وما فيش حاجة وحشة طبعا فكان عنده كذا اختيار في اليوناني اختار الكلمة اللي هي ايه فطفاضة شوية تحتمل فكرة انها يعني ممكن تكون اتجاوزت قالوا الملك قالوا لا تتكتب عزراء حتى لو اليونانيين بصوا لها كده وتعجبوا يعني ايه واحد عزراء هتحبل قالوا هتشوف بعنيك هذه العزراء وطالت الايام ودارت وسمعان الشيخ شاف العدرة وشال المسيح على اديه لانه كان وعد انه الاية اللي ترجمها بدقة دي هيشوفها متحققة في زمن ميلاد المسيح اذا الترجمات بتلعب دور كبير ترجمة طبعا اليونانية اصبحت هي الاعم والاكثر انتشارا قبل زمن المسيح فاصبح العبري واليوناني مرأبين بعض ده من قبل المسيح له المكتب كمان اللي يدرس داخل محتوى الكتاب يلاحظ حاجة مهمة انه ما فيش تعارض في كل كتب الكتاب المقدس في المضمون والحقيق يعني ايه وانا طبعا لنا حلقات اخرى مع التناقضات الظهر انه واحد يقول لك اهي دي عكس دي عكسها ازاي بس اقرأ النص كويس وافهم هتلاقي ان متكاملين مش متعرضين بمثل مثلا تلاحظ انه من اول سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماء والارض يبقى فيه اله وفيه خلق ما فيش كتول الكتاب الثلاثة وسبعين سفر عهد قديم وعهد جديد ما فيش سفر او كتاب بيلغي وجود الله او بيلغي عقيدة الخلق مع انه دول كتاب كتار اربعين كاتب مثلا وحوالي الف وستمائة سنة بيكتبوا فيها يعني حتى مش عايشين مع بعض بيتفقوا لكن لان الروح القدس هو اللي بيكتب من خلالهم هناك حقيقة ثابتة معلنة ممتدة مستمرة وبالتالي ما فيش اي خطأ فيه الله هو الثالوس المعلن في الكتاب الله الآب والابن والروح القدس ما جاتش مرة فيه انكار لحقيقة وجود الروح القدس العهد قديم والعهد جديد اذا فكرة الله الكلمة موجودة عهد قديم وعهد جديد عقيدة الابدية معلنة عهد قديم وعهد جديد طبيعة الانسان كسرطة الله ومثاله موجودة عهد قديم وعهد جديد فكرة سقوط البشرية واحتياجها لمخلص موجودة عهد قديم وعهد جديد فكرة تعب البشرية والضيق اللي في العالم حقيقة معلنة فكرة احتياج الناس إلى قوة إلى مجد الله لأنهم عاجزين عن الخلاص كل ده معلن في القديم والجديد بنفس الدرجة وما فيش سفر هنا بيقول حاجة عكس التاني فكرة صفات الله فيش أي تعارض في الثلاثة وسبعين كتاب في صفات الله بمعنى إيه محدش مثلا في الأصفار الكتابية قال إن ربنا مثلا بيحب الشر لنفيش حاجة اسمها كتاب ولا قال إن ربنا ما يهموش البني أدمين لا الكتاب كله بيعلن حقائق واحدة وبالتالي نفس الكتاب المقدس تلاتة وسبعين سفر هم نفسهم الكتب على بعضها بترائب بعضها في إما أنها مشى في اتجاه واحد منسجم جدا وده يأكد إن ما تلعبش فيها وإما فيه تعارض يبقى هنا في إيه فيه أراء مختلفة وفيه اجتهادات وفيه فكرة ملخبط ونطلع لفوق وننزل لتاح كلام ده مش موجود خالص في الكتاب المقدس مرة جاية نكلمكم تاني عن بعض الشواهد والحجج في قضية تحريف الكتاب وندخل إلى بعض الأمثلة للأسئلة اللي بتيجي نقد للكتاب المقدس وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر